السلام اليوم رح نعمل مع بعضنا كما قدين شوفوا خبز اقطايف ولا الكناثا شوفوا مع بعضنا طريقة اعداد الوصفة ومكونات اللي نحتاجوها الوصفة خطوة بخطوة نبدأ هنا بسم الله هنا عندي كاس داعن شا ولا ميزينة نحط هنا زوز كيسان فارينا الكاس هنا يهز 20 مللي لتر عندي هنا مغرف صغيرة مع مره ملح ونخلط المكونات مليح بالطريقة هذه حتى يتمزج مع بعضها نبدأ هنا نزيد نزيد زيت تاعي زيت نزيد ربع مغرف كبار تاع زيت نخلط المليح بالطريقة هادي المكونات مع بعضها ونزيد هنا زوز كيسان تعمى الماء عادي من الحنافية ما يكون بارد ما يكون سخون عادي يعني بدرجة حرارة الغرفة ونخلط مليح كلش بالمكساغ بالطريقة هادي ولا البغة مكساغ بالطريقة هادي لازم كلش يتخلط مليح بما تبقى حتى تكتلات مرحلة هادي مهمة ياسر نخلط حتى يتمزج كلش مع بعضها كيما قلت لكم يبقى حتى تكتلات بالطريقة هادي في المرحلة هادي بعد ما خلطت مليح بالمكساغ تاعي نبدأ هنايا نصفي الخليط اللي عملناه والصفايا به نتأكد انه مبقى لي حتى تكتل في العجينة تاعي والقوام تاحا يكون مليح ويساعدني تاني كيفا يعني كي نعود انطيب في الاقتعايف نا كل مراحل مهمة بتنشحمنا الوصفة تاعنا يعني دوماليزاسيوس كل يعني بتنشحمنا الوصفة تاعنا ويجينا كلش كيما نقولوا بنفس نتيجة دي شفتوها نكمل نحبط الخليط تاعي كامل نصفيه كامل ونحط هنايا انا عملتوا فطعجين تقدروا تعملوها تاني في مقلامة للساقش مهم ادهنت هنايا بشوية بابي ادهنت شوية زيت ولا تقدروا تعملوه يعني شوية كتانة مضيفة وهنايا حطيت في البوشتهي وقصيتها يعني لازم القصة تكون صغيرة ياسر تكونش كبيرة كما تقدروا تستعملو الكيس يعني كيس بلاستيكي كيس غدائي وتعملو بيه تاني في بلاست الكيس الحلواني نبدأ هنايا نشكلها بالطريقة هادي هنا صورة واضحة ونحطش يعني بشكل عشوائي المهم نعمل بالطريقة هادي شكل دائري هنا تبدأ تتحسن الطريقة يعني نتيجة في الطياب بعد المرة الثالثة وحتى الرابعة كما قاعدين نشوفوا الشكل يبدأ يعني ما يجيناش بالطريقة هادي يمشي ويولي احسن واحسن المهم هايا يعني لا لقيتوا هايا عملت لكم شوية اقطاطر كما سحت لكم هايا سحت لي هايا شوية خشان نحيوهم ما تحطوهمش يعني في الكيس اللي تحطو فيه الاقطايف هايا لازم نوجد كيس بلاستيكي ولا كيس غدائي نحط فيه الاقطايف داعنا بعد ما نحيهم مباشرة ونغطيهم ونغطي الكيس بالطرشان يعني بنضمن انه كيما نقولو احنا يا لقطايف ريعنا ما تبقلناش يبساء بالطريقة هادي مرحلة هادي تاني مهمة لازم طول نحط في الكيس البلاستيكي ما نخليش يعني عبره يعني يكون نخليهم يعني ما نحطش في الكيس البلاستيكي راح تبقلنا يبساء بالطريقة هادي نبدأ هنا كيما نقولت لكم يعني التشكيل تحها راح يجينا احسن واحسن بالطريقة هادي هادي هي الطريقة اللي نعمل بها لقطايف بهتجينا ناتيجها املاحة اللي شفتوها بالطريقة هادي ده هو التشكيل الصحيح ما نحطش يعني واحدة فوق واحدة وتكون رجيجة عقد ما نعمل نقص قصة صغيرة ياسر تاع كيما نقولو احنا هي الكيس الحلواني ولا الكيس بلاستيكي راح تطيدها تنتيجها احسن واحسن يعني هنا هادي هي السر تاني في الطياب بتاعها ها كيما قادي نشوفو نحاول اني ندور طاجين تاعي بها الحرارة كاملة تتوزع على طاجين كامل كيما قلت لكم يعني اي حوايج جخشان زايدين راح نحيوهم ونحطوهمش في في القطايف داعنا ولا في الكيس البلاستيكي ها بالطريقة هادي كيما قلتلكم نحطوه الكيما نجيي منطاجين ولم الماقلاء نحطول في القيس البلاستيكي ونقفل عليه ونزيد نغطيه بالطرشان ها مرحلة هادي مهمة ياسر كيما قاعدين نشوفو واي ساهلة أو تطييب ساهلي يحكم صح وقت بصحة نتيجة راح ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.. يعني اتفرحكم بالطريقة هادي حتى ننكمل اني نطيب الاقتعيف داعي كاملة كما قادي نشوفوا في المرحلة هادي ما نغطيها مليح ونقف المليح بعد ما نكمل وكلش انا خليتها لليوم وقدوة بحليتها بالطريقة هادي كما قادي نشوفوا نحلها في طرشان ونضيف ونحاول اني كاملة نحلها من بعضها با نقدر نخزنها ونخباها في المجمد ما نخبيهاش كما نقولوا حنايا كما راهي بالطريقة هادي با جيني سهلة في الاستعمال انا رح نقسمها على مرتين بصح نقسمها خبزات كما قادي نشوفوا بالطريقة هادي نحاول اني انحل ونشكلها بالطريقة هادي على شكل مستقيم بالطريقة هادي ونعملهم على انهم يكونوا متسويين في الحجم يعني ولا تقدروا تاني يتوزنوهم انايا هادي كاملة خرجتلي خرجتلي خمسمائة غرام تاع خبز قطعيف يعني هادي كامل لنتيجة خرجتلي ارطل ها بالطريقة هادي نشكلها كما قادي نشوفوا نقسمهم خبزات باكي نحب نستعملها جيني حتى سهلة كنجبد عادي هي اني قسمتها بالطريقة هادي قسمتها على خمسة يعني كل واحدة كيس حطيت فيه تلاتة وكيس حطيت فيه زوز يعني انتو ما قسموا كما تحبوا انتو ما حسب الاستعمال تاعكم المهم كتحطوو في الكيس لازم تخرجو اللغة قد ما تقدرو به ما يعمل لكم شي يعني لا إلا غلاث في كيم نقولوا احنا يا في الكيس البلاستيكي من الداخل ان شاء الله الوصفة تعليقوا تكون عجبتكم وتجربوها وما تنسانيش بالاعجاب والاشتراك إذا عجبتكم الموصفة وانقول لكم سلام نتلقائوا في وصفات أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة